اشتركوا في القناة ونفحات الثامنة تحت عنوان بركات ونفحات ليلة القدر معشر الإخوة والأخوات من إحسان الله تعالى بنا أن هيأ لنا مواسم لنتدارك فيها ما فاتنا ومن ذلك هذه الأيام المباركة العشر الأواخر التي ميزها الله تعالى بعروس الليالي ليلة القدر المباركة ولله در الشاعر الحكيم إذ يقول عشر أهلت في ربى البركات بشرى من الرحمن بالرحمات مرحى بعشر أجرها متزايد بالصوم والقرآن والطاعات بالأجر فيها ليلة وطرية عن ألف شهر فضلت بهبات هي ليلة القدر العظيمة خصنا فيها الرحيم بأروع الدرجات هذه الليلة الكريمة التي وصفها الله تعالى في القرآن الكريم كما ورد في سورة القدر ليلة القدر خير من الفشار وعندما نقول ألف شهر فنحن نؤكد أنه عمر شخص وقد يزيد على ذلك 83 سنة وأربعة أشهر والقدر بمعنى العظمة ليلة ذات قدر وقيل من التقدير لأن الله تعالى يقدر فيها ما سيقع في السنة الموالية وهذه الليلة يجب أن يتأكد الناس أنه لم يقع الاتفاق بين العلماء على أنها ليلة السبع والعشرين بل الكثيرون أنها تنتقل في العشر أو آخر وأرجاها أو تارها يعني ليلة الواحد والعشرين وليلة الثالث والعشرين وليلة الخامس والعشرين وليلة السابع والعشرين وليلة التاسعة والعشرين ولذلك يجب أن يشمر الناس منذ بداية العشر الأواخير وهذا السبب هو الذي جعلنا أقدم هذه التذكير المتواضعة يعني قبل ليلة السابع والعشرين بأيام وليالية وعندما نحيي ليلة القدر يجب أن نحرص على ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الحديث الصحيح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها سألت النبي عليه الصلاة والسلام إذا أدركت ليلة القدر فماذا تقول وماذا تفعل فقال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني وسبحان الله اختار لها النبي عليه الصلاة والسلام واختار لنا جميعا العفو والعافية باعتبار أن مركزية الدعاء تتلخص في هذا فإن عفى الله عنك أيها العبد الصالح أيها المؤمنة الصالحة فقد قضيت كل كل حوائجك وكما يشرح العلماء رضي الله عنهم هذا العفو هو عفو في الأبدان حيث يشفيك ويعافيك من كل الأسقام والأمراض وينصت بدانك لعبادة رب العباد وهو أيضا عفو في الأديان حيث يوفقك للطاعة وأعمال الخير وعفو من الديان حيث يغفر لك من ذنوبك ما تقدم وما تأخر ولا بد للإنسان في هذا المجال أن يركز على أمهات الأعمال ومن ضمنها كما نصح بعض العلماء أن الإنسان مثلا طيلة ليالي العشر الأواخر الليالي كلها في العشر الأواخر تقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات في كل ليلة لأن فعل ذلك وقوله يعديل قراءة القرآن كله كما ورد في حديث مسلم فعندما تفعل وتصادف ليلة القدر وأنت تقوم بذلك فأنت في فضل وفي خير عميمين تانيا يمكن للإنسان أن يتصدق كل يوم أو كل ليلة تيسر بما توفر له ولو كان درهما واحدا ولكن كلما زاد الإنسان خيرا زاده الله سبحانه وتعالى فضلا وبركة ومن ضمن الأعمال كذلك كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها بها عشرا وذكر العلماء أن المقصود بالصلاة هنا الرحمة وعلى هذا الأساس فالتركيز على مثل هذه الأشياء التي لا تحتاج إلى مجهد كبير ولا إلى وقت طويل تمكنك من إن صادفت ليلة القدر أن تكون قد نجحت وفزت ونلت الأجر العظيم وحتى لا يحس الإنسان بالملل في الأعمال أقصد طيلة رمضان وطيلة العشرة أواخير ولكن الآن نركز على الليلة المباركة إذا أخذ الإنسان برأي من يقول إنها ليلة السابع والعشرين ونسأل الله تعالى أن تكون كذلك أن يحرص الإنسان على تنويع الأعمال حتى لا يصاب بالملل فيقدم بين يدي الله ما تيسر من الصلاة وأولها الفرد ثم يتبعها بعد ذلك ما قدرت عليه من النفل وأخلص العمل فيه لوجه الله الكريم تانيا الدعاء كما سبق أن أشرنا وحرص في دعائك أيها المؤمن أيها المؤمن بأن تطلب أفضل الآخرة أولا وبعدها لا تنسى نصيبك من الدنيا ومن ضمن الأعمال المستحبة والمطلوبة بالحاح في ليلة القدر تلاوة القرآن وقد نزل فيها وصلت الرحم والصدقات إلى غير ذلك من الأعمال ونبه بعدها إلى أن هناك أمور تفشل تفشل البرنامج من ضمنها أن يفرط الإنسان في تناول الطعر فذلك يورثه الخمول وهجوم النوم عليه ولسيما أن الشيطان متربس به ليمنعه من الخير فيؤدي ذلك إلى أن لا ينجح في البرنامج الذي سطره ووضعه ثانيا من ضمن الأمور التي تفشل هذا البرنامج إرهاق النفس في اليوم الذي يسبق الليلة بكثرة الأشغال وكثرة الأفكار وكثرة المهام فإن الإنسان يمسي بعد كل ذلك عاجزا عن القيام بأي شيء ويصاب بكثير من الفتور في بدنه وفي نفسيته والمطلوب من الإنسان بعد ذلك لا يرهق نفسه ثانيا أن يستعين بشيء من القيلولة التي ستنفعه إن شاء الله هذا ما يمكن أن نركز عليه في هذا المجال ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم اللهم ارزقنا العفو والسترة والتوفيق واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نعود برضاك من سختك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي تنان عليك أنت كما أتنت على نفسك إنك على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والي وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد